أهلا بكم محاكمة رئيس انقلب على تاركة من سبقه وغير صورة الولايات المتحدة أمام نفسها والعالم إنه ترامب الذي سافر إلى دافوس في حالة متقدمة من الثقة بالنفس محاكمة القرن أم خطوة باتجاه ولاية جديدة؟ تلك إجراءات عزل ترامب مجلس نواب بأغلبيته الديمقراطية استفى ضد الرئيس وساق القضية إلى مجلس الشيوخ حيث الأغلبية جمهورية الذي شرع فعليا بالمحاكمة البعض يصف قضية العزل بالخدعة فبني بنتيجتها المحسومة أصلا قد يظفر ترامب المنتصر باستفاف ناخبي نوفمبر المقبل خلفه والبعض الآخر يراها سحابة سوداء تشبه قضية ووترغيت التي دفعت ريتشارد نيكسون للاستقالة وحققت أكبر مكاسب الحزب الديمقراطي في تاريخه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومعنا من واشنطن نادية البلبيسي مراسلة العربية أهلا بك معنا نادية وأبدأ معك بالأمور الإجرائية سيستعرضناها قبل قليل ولكن بسرعة الآن بدأت المحاكمة كم ستستمر كيف أليتها راح تكون هل ستكون هل سيتابعها المواطن الأمريكي ما مدى الاهتمام المواطن الأمريكي بهذه المحاكمة أصلا أهلا بك منتها في الواقع أنظار العالم كلها تتجه الآن إلى هذا المبنى في الكونغرس نتوقع خلال نصف ساعة من الآن أو أقل السنتر ميتش ماكونل وهو رئيس الأغلبية رئيس الجمهوري طبعا لمجلس الشيوف سيقوم بالإعلان عن الإجراءات بعد ذلك سيخصص 24 ساعة لكل فريق فريق الإدعاء الذي يمثله الديمقراطيون وهم بقيادة آدم شيفت وهو رئيس لجنة الإسخبارات في مجلس النواب هم الذين بدأوا بهذا الإجراء فريق الدفاع الذي يترأسه محامي الرئيس من البيت الأبيض وهم محامين معروفين مثل كينيث ستار الذي كان المدعي في محاكمة الرئيس بيل كلينتون في التسعينات وأيضا ألان دورشوفيت وسيكون هناك السنتر أي أعضاء مجلس الشيوف وهم بمثابة هيئة المحلفين سنستمع في بس مرة تانية نادية معلش عشان نوضح أكثر أزام حيني المدعين كم عددهم ومن أي الجهاتهم يعني من هم بالصفة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية بالصفة الرسمية هم أعضاء في مجلس النواب رئيس مجلس رئيس لجنة الاستخبارات ورئيس اللجنة القضائية إذن عنا شيف ونادلر والبقية هم نانسي بلوسي هي التي قرت بأسمائهم وهم سبعة تقريبا كأن في محكمة منتهى وبالتالي هم يمثلون الإدعاء هم الذين سيقومون بطلب شهود جدد هم الذين سيقولون بأنه نطالب بوثائق جديدة وهذه النقطة الخلافية سنتحدث عنها بعد قليل لكن من ناحية إجرائية اليوم هو بدء هذه المحاكمة التي ستستمر ربما لأيام وربما لأسابيع لكن على الأقل الجمهوريين يريدون أن ينهوها بأسرع وقت هناك من يرى بأن هذه عملية مسرحية هزلية سريالية وهناك من يرى بأنه إجراء ديمقراطي لنذكر المشاهدين لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة لأن هناك كانت بعض التسريبات تقول بأن رئيس ترامب منع أو حجب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا لأنه يريد طلب الحكومة الأوكرانية بفتح تحقيق بخصم السياسي جو بايدن لأنه يتوقع أن يكون هو المرشح مقابل ترامب في الانتخابات المقبلة وبالتالي الديمقراطيين يقولون بأن رئيس تجاوز الدستور بأنه ارتكب الجرما بينما الرئيس نفسه يقول بأن هذا موضوع مسيس هذه عبارة ألعوبة من الديمقراطيين ليس أكثر حتى نبتعد عن الحديث عن الإنجازات التي حقق رئيس ترامب والتي أشرت إليها في دافوس ومن هنا لأول مرة في التاريخ الأمريكي ثلاث رؤساء يقدمون للعزل طبعا أو يتم محاكمتهم لكن هو الرئيس الأول الذي لم يكن موجود في واشنطن في هذه المحاكمة بعد ذلك من المفترض أن تستمر لأيام طبعا كل فريق لديه 12 ساعة وهذه أول مرة السنة أو هو مجلس الشيوخ يعمل على هذه الساعات الطويلة سيستمر منذ اليوم الثلاثة حتى السبت بشكل متواصل ببدء هذه المحاكمة على أن ننتهي بما يسمى ببيان الختام ومن ثم التصويت هل الرئيس مذنب أو غير مذنب وبالتالي نحن نعرف جميعا ربما هذه المفارقة التي أشرت إليها منتهى بأن هذه المحاكمة التي يتركز عليها كل أنظار العالم سألتين إذا كان الأمريكيين العاديين يهتمون بها سيهتمون بعض الشيء لكن ليس مثل الإعلام في العاصمة واشنطن أو ما يسمى بالفقاعة إذا أردت المهتمين بالسياسة حالة الاستقراب القوية الديمقراطيين الذين يعارضون الرئيس والجمهوريين الذين يؤيدون الرئيس الأمريكي العادي أدي عمقت هذه العملية المساءلة نادية الانقسامات بين الناخبين أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية شوف إذا استندنا إلى استطلاعات الرأي هناك من يرى بأن الرئيس بالفعل مذنب لكن قانونيا لا يمكن عزلون إنه كما تعرفين بحاجة إلى 67 صحيح صحيح الديمقراطيين لديهم حوالي 54 فقط وحتى على فكرة التصويت على المرحلة الأخرى التي نتحدث عنها وهي الشهود ما يريده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هو استدعاء شهود مهمين مثل جون بولتون مستشار الأمن السابق الذي منعوا البيت الأبيض بالشهادة عندما طلبه مجلس النواب ومن هنا جاءت التهمة الثانية للرئيس بعرقلة عمل الكونغرس لكن الجمهوريين بحاجة إلى تصويت أيضا على هذا أو كل المجلس وهم بحاجة إلى 51 صوتا لا أعتقد بأن الديمقراطيين سيحصلوا حتى على تصويت لاستدعاء شهود إلا إذا كانوا هناك متمردين جمهوريين يمكن أن يكونوا في صفقة الديمقراطيين هناك الحديث عن أربعة لكن حتى قبل قليل مترومني واحد منهم أعتقد بأنه سنرى بعض الجمهوريين يرون بأن هناك عملية ديمقراطية يجب أن تتم ويجب أن لا نستعجل بهذه المحاكمة والبعض الأخير يرى بأن الجمهوريين يريدون أن ينتهوا منها بأسرع وقت دون إعطاء الوقت اللازم والكافي لهذه العملية الديمقراطية رغم أننا نعرف قانونيا بأن الرئيس بالنهاية لن يتم عزله للأسباب التي تحدثنا عنها لكن يريدون أن يعروا الرئيس أخلاقيا يريدون أن يقولوا للناخب الأمريكي بأن الرئيس تجاوز الدستور بأن الرئيس لا يفهم الدستور ويتعامل وكأنه رجل من المافيا وبالتالي هناك الكثير من القضايا والصور الصغيرة التي سنراها لكن جزء من هذه المحاكمة على فكرة سيكون سري وحتى المشرعين لن يسمح لهم لأول مرة أن يستخدموا الهواتف الجوالة ممنوع لهم أن يدخلوا في هذه المحكمة ولهذا تسمى هي محكمة في مجلس الشيوخ بينما في مجلس النواب لم تكن محكمة وكنت قد أشرت إلى أن السيناترز العددهم 100 عضو في مجلس الشيوخ هم سيكونوا بمثابة هيئة المحلفي واضح ناديا الحقيقة أنه ما رح ننتهي عند هذه النقطة رح نظل نتابع معك كل يوم بيوم ما الذي سيحصل في هذه المحاكمة والمساءلة شكرا جزيلا لك ناديا معلش بدأ أكسب شوية وقت في بانوراما لضيفي القادم شكرا جزيلا لك ناديا البلبيسي مرسلة العربية من واشنطن مرسلة العربية من واشنطن ومعنا من الرياضة الباحث السياسي دكتور أحمد الفراج أهلا بك من عنا دكتور أحمد وزاملتنا ناديا قبل قليل إضافة إلى كل المراقبين الباحثين الكتاب يرون بأن من المستبعد عزل الرئيس ترامب من خلال هذه المحاكمة والمساءلة وحتى من الاتهامات التي وجهت له ما الفائدة التي يمكن أن يحصدها الديمقراطيون من خلال إيصال الأمور إلى الحد الذي وصلت إليه مساء الله بالخير منتهى ومسي بالخير مشاهدي قناة العربية الموقرة في كل مكان طبعا أنا سمعت ما تحدثت به الزميلة ناديا من واشنطن وأود أن أقول هنا أنه لا شك أن النتيجة معروفة سلفا وهي أن الرئيس ترامب لن يعزل هذا أمر مفروغ منه لكن لا يعني هذا الاستهانة بالمحاكمة لأن المحاكمة يمكننا اعتبارها عرض حي لمادة دستورية مهمة في الدستور الأمريكي وهي قدرة الشعب الأمريكي الممثل بالكانغرس على عزل الرئيس إذا تمت إدانة بالاتهمات الموجهة إليه وعلينا أن نتذكر أن هذه هي المرة الثالثة فقط التي يتعرض فيها رئيس للمحاكمة فقد حصلت فقط مرتين خلال التاريخ الأمريكي الأولى في عام 1868 للرئيس الديمقراطي أندرو جانسون ولم يعزل ثم تمت محاكمة الرئيس بليكلينتون عام 1998 وأيضا نجا من العزل والآن تتم محاكمة رئيس جمهوري للمرة الأولى وهو الرئيس دانيل ترامب من أهم التطورات التي حدثت هو أن الرئيس ترامب استعانى بمحاميين من كبار القانونيين الأول هو المحقق كينيث ستار ومن المفارقات العجيبة أن كينيث ستار كان المدعي العام ضد الرئيس بليكلينتون والآن هو المدافع عن الرئيس دانيل ترامب هذه مفارقة وكينيث ستار اسم كبير في عالم القانون أيضا ضم الرئيس ترامب المحامي الأشهر ألين دورشوتس وهو محامي شهير جدا انضم أيضا إلى فريق الرئيس نأتي هل المحاكمة ستستمر أم أنها ستكون قصيرة طبعا الديمقراطيون يعلمون أن الرئيس ترامب لن يعزل في نهاية المطاف لأنهم يحتاجون إلى 67 صوت من أصل 100 صوت يحتاجون إلى 20 صوت جمهوري وهذا مستحيل طبعا وبالتالي فهم يطمحون هدفهم هو إيطالة أمد المحاكمة وذلك من أجل التشويش على الرئيس ترامب على أمل أن يخسر الانتخابات القادمة ميتش ميكلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ قالها صريحة بأنه يريد أن تنتهي هذه المحاكمة بسرعة واصطف معه ثاني أهم سيناتور جمهوري وهو السيناتور لينزي جرام فكلاهما قال كلمته بأنهم لن يصوتوا على عزل الرئيس ترامب وأنهم يريدون أن ينهوا هذه المحاكمة بسرعة هناك مفارقة أعتقد أن المشاهد الكريم يفترض أن يعرف عن نفاق الديمقراطيين الآن الديمقراطيون يقولون الآن أن حرصهم على عزل الرئيس ترامب هو لمصلحة الأمن القومي الأمريكي بحيث أن الرئيس يتهم بأنه أساء استخدام السلطة وأنه طبعا حاول عرقلة عمل الكانجرس حسنا إذا كانت ديمقراطيون حرصون على الأمن القومي الأمريكي فلماذا وقفوا اصطفوا مع ملال طهران ضد الرئيس ترامب عندما استهدف سليماني الذي يهتم بالأمن القومي الأمريكي كيف يعترض على مقتل قاسم سليماني الذي تتلطخ يديه ليس فقط بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء في العراق ولبنان وسوريا واليمن وإنما تتلطخ يديه بدماء أمريكيين حسب الاستخبارات الأمريكية هذه مفارقة عجيبة تهمهم مصرحة الأمر يعني مصالح أمريكا العليا ولكنهم في ذات الوقت يقفون مع ملال طهران وضد استهداف سليماني يعني هذا أمر وإلا أنه سياسات الرئيس ترامب يعني لم تعجبهم منذ البداية ولم يكونوا مشجعين له منذ البداية أكثر من الصراع اللي كان دائما يكون بين الجمهوريين والديمقراطيين في خصوصية عند الرئيس ترامب لكن السؤال اللي بيطرح نفسه واللي بتاءل عنه كثيرين هذه المحاكمة بغض النظر عن نتيجتها وهي يبدو أنها محسومة كيف يمكن أن تؤثر على مساعد ترامب بالفوز بالرئاسة الثانية في الانتخابات الأمريكية هناك رأيان هناك من يقول وهذا هو أمل الديمقراطيين الديمقراطيون يأملون بأن التشويش وتشويص صورة ترامب من خلال هذه المحاكمة وهذا لن يحصل لهم لأن الجمهوريين هم الأغلبية والجمهوريين لا يرفضون حتى الآن أن يشهد جاب بولتن وغيره من الأسماء التي يرون أنها ستسيل الرئيس ترامب حتى لو افترضنا أن شهد هؤلاء بعد موقف الديمقراطيين من مقتل سليماني واستفافهم بهذا الشكل المخزن صح التعبير مع ملالي طهران مع أن سليماني يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي وإيران كذلك بعد هذا الموقف هم الدمقراطيين ما شايفين يا دكتور أحمد أن هؤلاء بشكله أي خطر على الأمن القومي الأمريكي ولما كان أوباما وقع معهم اتفاقية وتنازل كل هذه التنازلات بفترة رئاسته طبعا الرئيس أوباما قضى على أسامها بن لادن ولم يعترض الجمهوريين عليه حينها الآن جرت العادة أنه عندما يقوم الرئيس الأمريكي بعمل عسكري يأمر بعمل عسكري تجاه شخصية إرهابية شهيرة مثل ما حصل مع البغدادي وبن لادن بشكل أوتوماتيكلي يصطف الفرقة الجمهوري والديمقراطيون مع الرئيس هذه من المرات النادرة التي وقفت دمقراطيون ضد استهداف شخصية إرهابية تتلطخ يديها بدماء أمريكيين فقط أقول لك وهو السؤال المهم الذي يسأله الجميع هل ستؤثر هذه المحاكمة على الرئيس ترامب أنا أعتقد أن من سيحدد مصير الرئيس ترامب هما أمران الأول هل هناك مرشح ديمقراطي عيار ثقيل من وزن بيلي كلينتون أو باراك أوباما يستطيع أن يفوز على الرئيس ترامب الجواب هو لا الأمر الآخر هو أن التاريخ في صالح الرئيس ترامب أنا لست هنا أدافع عن الرئيس ترامب أنت تحاول أن تقرأ أنت تحاول أن تقرأ الوضع الداخلي الأمريكي بناء على خبرتك في هذا المجال شكرا جزيلا لك معلش سامح لانتهى وقت نرام كل لهذه الليلة شكرا جزيلا لك